مسكرة طبيعية لتكسيف الحواجب والرموش. وكمان تطويل الحواجب والرموش. وهتلاحظوا الفرق من اول اسبوعين. يلا بينا نشوف طريقتها خطوة بخطوة. ندخل في طريقة التحضير على طول. اول حاجة هنبتدي بالمستخلص بتاعنا اللي هو مستخلص تكسيف الحواجب والرموش. يلا بينا نشوف طريقته. زي ما انتو شايفين نوع البلح اللي هو نواة التمر. هنحمصه كويس. هناخد شوية كده كبشة ايد. ونحمصه كويس جدا لحد ما يبقى لونه لون البن لون القهوة. وبعد كده يعني عايز اقول لكم ان هو فوائده رهيبة جدا جدا في تطويل وانبات فراغات الحواجب والرموش وبيتقل وبيكسف الرموش كويس جدا. هندقه ونتحانه كده بالشاكوش لحد ما يبقى ناعم جدا. مكونات المستخلص كوباية كبيرة من الماء المغلية معلقة كبيرة من الشاي الاحمر معلقة كبيرة من نواة الطمر المطحون. هنحط ماء المغلية مع نواة الطمر المطحون مع معلقة من الشاي الاحمر الكبيرة. وانسيبهم يغلق زي ما انتو شايفين لحد ما يقصروا لحد ما يبقى المستخلص كله معلقتين كبار. وبعد كده نصفيه. وانسيبوا لحد ما يبرد وبعد كده هيكون جاهز. بعد ما شفتوا طريقة المستخلص يلا بينا نبتدي في طريق التحضير سيروم فكسيف الرموش والحواجه. اول حاجة هتكون معنا طبعا المستخلص خلاص اهو اتعمل وكمان برد. بالوقت بقى اول مكون هيكون معنا الالوفيرا جل. جل الصبار الطبن. هناخد منه معلقة كبيرة. تكون مليانة زي ما انتم شايفين كده. اهو. اوكي. ده كده اول مكون. تاني مكون. زيت الخروع. طبعا زيت الخروع معروف جدا عن تطويل وتكسيف. سواء الشعر او الرموش والحواجه. هناخد منه نص معلقة صغيرة. طبعا انا بعرف عائر بايدي. طيب. بايتامين اي ايل. برضو ده معروف جدا لان هو فيه مضادات اكسادة فبتساعد على تحفيز نمو الشعر. هناخد منه ربع معلقة صغيرة او كابسولة الف. اوكي? ربع معلقة صغيرة. ونقلب كويس قبل ما نحط المادة اللي هي المستخلص السائل. نقلب المكونات الزيتية الاول. بصوا لونه بيبيض بيبقى عامل زي الكريم في الاول. عايز اقول لكم ان الوصفة دي فعالة جدا جدا. طبعا يعني بعد طول انتظار الناس كتيرة جدا طلبتها مني. لكن في الاخر نفستها لكم. وهتعجبكم جدا جدا. طبعا اللي عايز يعمل كمية ازيد بتقدروا تضربوا كل مكون في اتنين في تلاتة في اربعة في الكمية اللي انتوا عايزينها. بصوا كده. طيب ده كده بتاعنا. دلوقتي هنيجي بقى للكنز اللي هيطول الرموس ويكسف الحواجب. المستخلص. اللي هو نواة التمر على الشاي الاحمر. اوكي? طبعا زي ما شفتوا طريقته. بعد ما بيبرد هناخد منه معلقة كبيرة ونشوف لو هنزود تاني ولا لأ. ونقلب. المكونات في الاول بتفصل لكن بعد كده بتلم تاني. بصوا كده. انا مش عايزه تقيل قوي ومش عايزه خفيف قوي. وطبعا بصوا هوري لكم الاول القوام بتاعه. وطبعا لو انتوا لقيتوه خفيف قوي تقدروا تضيفه شوية جل سبار كمان. اهو. ده القوان المطلوب. سهل وبسيط. دلوقتي هتجيبه. اي علبة مسكرة بقى فاضية? ازازة فاضية? اي حاجة? وطبعا هتفضوا الخليط بتاعكو فيها. اشتركوا في القناة. زي ما انتم شايفين كده? سيرم تكسيف الحواجب والرموش. خلاص. سهل وبسيط. وكمان فعال جدا جدا. طبعا هتجيبه اي فرشة مسكرة برضو فاضية. فرضا ان دي علبة المسكرة الفاضية. وبعد كده بتاخده من السيرم كده. وبتحطه كل يوم قبل النوم على حاجبكو بالشكل ده. كده اوكي? والتاني زي. وعلى الاماكن الفاضية مسلا هنا بيكون فاضي شوية بتدهنه منه كده. اوكي? ده كده يوميا قبل النوم. وبرضو معلش بقى. هوري لكم على الرموش كده. انا ليه بحط كده عشان بس الناس اللي بتقلق. بتحطه من فوق كده وبتحطه كده اللي هو المهم يعني الجزور كده بتاعة الرموش يبقى فيها ان انتو بتفضلوا تعملوا كده ان هي عشان تتولي من فوق لتاحت. اوكي انا هجربلكو على عين واحدة. التانية ما فيهاش حاجة. والناس اللي بتقولي حاطة كوح ومسكرة. اهو. دي حاجة رباني من عند ربنا فاقوله ما شاء الله. اوكي? اللي عايز يبقى زي كده? حطوا كل يوم من السيروم ده وهتدعو لي. والجد هيفرق معاكم كتير قوي قوي قوي. يبقى قلنا طريقة استخدامه يوميا قبل النوم بالطريقة اللي انا ورتها لكم دي. اوكي? وبعد كده تناموا. واما تزحوا الصبح عادي بتخسله والشكو مفيش اي حاجة يعني طبيعي جدا. طيب. يحفز فين? هتحفزوه في التلاجة. مدة صالحيته شهر كامل. وبعد ما الشهر يفوت ترموه وتجدده. اوكي? ده عايز اقول لكم هتلاحظوا الفرق بخلال اول اسبوعين. هتلاقوا ان حاجبكو تقلت وكمان رموشكو تقلت وتولت. فجربوه وهتدعولي وهيعجبكم كتير جدا. وعايز بقول لكم اعملوا وشير كتير لاصدقائكم اللي رموشهم وهواجبهم خفيفة. يارب يكون الفيديو عجبكو. لو عجبكم كل حاجة تقدمت ما تنسوش تعملوا لايك كتير. شير اكتر. وما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب باسم كريمز استوديو. وكمان تقلوا على صفحتي على الفيسبوك برضو باسم كريمز استوديو. وعلى الانستجرام برضو باسم كريمز استوديو. اشوفكم في وصفة جديدة. حلقة جديدة. فكرة جديدة. سلام.